رمضان كريم أهلا وسهلا فيكم بصحتك بالدنيا مع دقائق صحية بنركز فيها على أبرز المواضيع الموجودة معنا اليوم هنتكلم عن القاتل اللي انتشر في جميع أنحاء البلاد بيتناوله الصغير الكبير القاتل مضر جدا بالصحة سبعا حاليا أو مستقبلا عشان كده خلونا نتعرف أكثر على ضيف حلقتنا في هذا اليوم الأستاذ فواز الخليدي المدير التنفيذي الأجياء البلاقات أهلا وسهلا فيك أستاذ فواز أهلا بكم أستاذ فواز بداية لماذا القاتل يضر بصحتنا؟ القاتل يضر بصحتنا نتيجة السموم التي ترشلها السموم المحرمة دوليا ونتيجة أنها لا توجد هناك رقابة على المزارعين في رش هذه السموم وهذه السموم قد تؤثر بشكل كبير جدا إلى تسبب بسرطانة نتيجة السموم المحرمة كذلك قد تؤثر على الكبد نتيجة السموم التي تكون متواجدة بشكل كبير جدا في قسم الإنسان وبالتالي تحصل قهد كبير للكبد كذلك غير الأمراض المتعلقة بشكل كبير جدا سواء عن طريق المعدة القولون بشكل كبير جدا لكن نحن نركز بشكل كبير جدا هو أمراض السرطان التي انتشرت في اليمن وخاصة في الفترة الأخيرة نتيجة السموم المطروحة من قبل المزارعين نعم طيب لو تكلمنا بشكل سريع كذا عن أبرز تأثيرات القات على صحتنا القسدية والنفسية والاجتماعية شوفي لو نركز على صحتنا النفسية شوف طبعا تعاطي الألقات هو إيش يسبب الألقات يسبب بشكل كبير جدا أن يعطي تأثير كبير على الجهاز العصبي ويجعله يشتغل بشكل غير طبيعي وبالتالي يقلل من الشهية كذلك يقلل من عدم النوم وبالتالي حتى نلاحظ أنه أكثر نسبة الانتحارات تحصل بعد التعاطي شجرة القات لأن العقل يشتغل بشكل غير منطقي وبالتالي يسبب جهاز للجهاز النفسي للإنسان كذلك حتى تكاتير الطب النفسي يقول لك عندما يتعالج المريض النفسي من المرضى النفسي سبب انتكاسة المريض هو العودة لتعاطي شجرة القات أما بخصوص الأضرار الاجتماعية شوف المتعاطي القات بشكل كبير جدا أنه يسبب يقلل أنه الاهتمام بالأسرة بشكل كبير جدا وهذا قد يسبب انحراف الأطفال بشكل كبير جدا نتيجة عدم الرقابة الموجودة من قبل الوالدين إذا كانوا الوالدين متعاطي القات قد يسبب انحراف بشكل كبير جدا للأطفال أما بخصوص الصحة القسدية القسم الإنسان هناك يكون هزل لقسم الإنسان الخاصة المتعاطي القات بشره لأنه فيه كثير من المواطنين أو الإنسان يخزن بشكل كبير وشره بشكل قاتل يعني يخزن ثلاث مرات في اليوم وهذا يسبب ثلاث مرات؟ ثلاث مرات يعني في ناس يعني يخزن الصبح أول ما يبكر الصباح والعاصر بالليل وهذا يسبب حزن لقسم الإنسان ويتبعه كثير من الأمراض طيب أحب أن نتعرف أكثر عن أجيال بلاقات كيف بدأتهم بها؟ نحن أجيال بلاقات بدأنا كمبادرة شبابية في 2007 كان تركيزنا في شكل كبير جدا على عمليات التوعية لكن مع الوقت تطور إلى أن نركز كذلك مشاريع أجيال بلاقات حول التوعية والتنمية هي لا بد أن تكون مرتبط إنه كيف نشغل أوقات الفراغ للأطفال والشباب ونخرطه في العمل المجتمعي التي يعني لأنه السبب الفراغ هو يسبب بشكل كبير جدا لتعاطي الفقات والقات وكذلك المخدرات بشكل عام صحيح طيب أنا أشكرك إذن على هذه النصائح التي أعطيتنا فيها النصائح أخيرة للي تابعك الآن في صحتك بالدنيا نصيحة أخيرة نركز عليها للشباب والأطفال بشكل كبير جدا والوالدين أنه تعاطي القات يسبب أضرار قسدية ونفسية واقتصادية للبلد نتمنى منهم أنهم يمتنعوا ولو بالتدريج نكتب على أنفسنا إذا كان يمتنع بشكل كبير جدا لكن نتمنى أنهم يمتنعوا بشكل بالتدريج إذن الامتراب بالتدريج إحدى وسائل التخلص من تعاطي القات شكراً لأستاذ فواز الخليدي كنت معنا في صحة الدنيا شكراً لك اشتركوا في القناة